اشتركوا في القناة الجولين الجنف واحنا روحنا بتطلع بس يعني كانت مباركة اوية بصراحة اه مبارح كان فيه كده مشهد احزاني شوية اه انا كنت باشية في المهانسين مش مهم بقى فين فيه المهانسين يعني جامعة الدول العربية بالعربية بتاعتي وكان منطقة معينة كده اللي هي على ناحية جامعة مصطفى محمود كان فيه زي يعني مكان مليان قمامة مليان بشكل كبير جدا انا معرش المصدر ايه لما فيش محلات قوي هناك بس اللي انا شفته ان كان فيه عامل نظافة اه عجوز شوية يعني هو كبير في السن يعني وبالراجل بيوطي وبيشيل وبيحط فيه اللي هي العربية بتاعت النقل بتاعت القمامة لكن انا حسيت ان يعني هو الراجل ده طبعا ممكن تكون دي شغلته عارف يجي حد يقول لك ايه طبعا دي شغلته انا هوان لأ هي دي شغلته بس يعني مش بهذا الشكل ما احنا برضو احنا لو بنلتزم مش هتبقى القمامة مالية الشوارع بهذا الشكل انا زعلت بصراحة يعني راجل اللي يمكن في عمر اه يعني والدي او والدك يا كريم اه حتى لو دي شغلته وهو مش مجبر ان هو يشيل القمامة مش من اماكنها او بهذا الشكل او بهذا الكم اللي مش مفروض يكون موجود احنا مفروض بنتكلم في دولة بتبيني واحنا عايزين نعيش زي اوروبا عارف دايما ايه اوروبا جميلة لما نستسافر يا ريت نبقى زيهم احنا عشان نوصل لهذه المرحلة احنا لازم كمان نشتغل على نفسنا لازم نبقى سلوكنا سلوكنا زيهم عشان نبقى زيهم لازم نعمل زيهم في النوع ده من الامور طبعا احنا نتكلم على استثناء بس الاستثناء دي يعني الاستثناء ده بيانتوا عنه مشاكل كتير يعني النوع ده من السلوكيات الحقيقة وبعدين تتفاجئ ان في حد ممكن يكون مكلف نفسه ونزل من بيته لغاية مثلا اول الشارع وفي مكان مخصص لرمي القلامة ويرمي تحت البتاعة نفسها والله العظيم يعني مدي ايدك سيكة كمان وحط القمامة في المكان المزبوط بتاعتك فطبعا شيء مش نتمنى سلوكنا يتغيره زي ما بنقول الدول لا تنهض منفردة مش ممكن دولة هتشتغل نحو النمو والتطور واحنا كسلوك بعض مننا لسه يعني بيرجعنا الوراء او سلوك سلبي فانا بتمنى بس ان احنا نخلي بالنا نرجع نفسنا اه الموضوع الى حد ما هيتوقف عليك ايه حد يقولك برضو ايه يا سديك كل حاجة يعني انا اللي هعمل فرق اه حضرتك اللي هتعمل فرق لما انا وكريم واكس واي وزات وحضرتك وامرات حضرتك وولاد حضرتك كل واحد يخلي باله اعتقد كلنا بعد كده هنعمل فرق